السلام عليكم وطلالة وبركاته وزيكوا حبيبي عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو بتاعنا بصراس يدنا محمد وعلي ايلي وصحبه اجمعين اه الناس جديدة معين اسمي نادي يا رب قناتكم بتاعجيكم تستفدوا منها لو امر ربط شوفيني ياريت تشترك في القناة كده واضغطي على زر الجرس عشان يوصل لكل حاجة دي ده بنزلها وتنسوش بقى تعليق حلو منكم واللايك كده النهاردة بقى اكل سلاموا طيبين ربع يوم رمضان ربع يوم رمضان ده الفطر بقى بتاعنا كده ان شاء الله طبعا اول يوم عملنا بقى مع بعض البط والرؤيق عدنا كنا في يومين تالت يوم بقى عملنا اكلة كده يعني النهاردة بقى قلت ايه اعملهم برضو ايه اكلة حلوة كده فالمهم دهوقتي هنامل مع بعض اول حاجة بعملها ببصحة كده الخشاف بعمله بقى بقى اخسل بالح زا ما شفته كده وبحطه في الفقية الشفشقة او ايه احادي عندك وبقطع عليه بقى المشمشية والتين والقرسي والحاجات دي ده الخشف بتاعنا طبعا انت لو انت الهجار في جزم طبعا نجيب كميات كبيرة يعني لو من كل حاجة بخمسين جنيه هيبقى حلو جدا يعني ده يبقى يبقى جبتي كل اللي لولدك نفسهم فيه ومليت تبيتك بالخير بامكانيات قليلة طبعا خمسين جنيه طبعا عارفة ان هي برضو ممكن تعمل حاجة في الزمن ده بس يعني يا متجيب من كل حاجة بخمسين جنيه نوعين او تلاتة بمية وخمسين جنيه ولا حاجة هيبقى حلو جدا يعني تمام اه هنا بقى هقطع اقطعت هنا التين وقطعت المشمشية وقطعت الارس انا فضيتم كافي كيس انا كل سنة بصراحة بقى اطعمهم قبل رمضان كلهم بس السنة جي مش عالفة يعني اول سنة ما بقاش مجاهزين وكده هجازت تتبلح بس المهم عملت الخشاف كده وحطيت عليه السكر والمية بتاعته بس خلصنا كده بقى الخشاف بتاعنا حطوا بقى كده ايه في التلاجة عندنا يسقع بقى كده اه بعدك انا خش بقى انا هعمل مشروبات الاول بعد نخش بقى ايه على ايه لغدا الماتين بتاعنا النهار ده او الفطار بقى كزان طيبين الفطار بتاعنا هنا انا حطيت الحاجات في التلاجة هنا هعمل بقى ايه هعمل بقى ايه كده شوية خروب اه طبعا الخروب من الحاجات اللي بنحبها جدا في رمضان انا عن نفسي اكتر حاجة بحبها في المشروبات الخروب لاغين عنه يعني فانا عملكوا النهار ده الخروب بقى بطريقة يعني عارفين الناس المسكنديري عارفين خروب سامي عملكوا نهار ده بتاعيه خروب سامي وعالوكوا على السر بقى لكل اسرار اللي بتطلع منها تعمل خروب حلو المهم هنا انا حطيت هنا مثلا حوالي مثلا كوبايتين من السكر وحطيتهم كده على النار بقى انا هكرمل بقى السكر ده على النار كده عشان كل ما يبقى لونه حلو بيبقى احسن معاك يعني زي ما انت شايفة كده اللون حوريك اللون بالزبط عشان برضو لما بيقى حاجة بسيطة كده بتديك ايه اه تعمل الخروب اللي هو الحلو يعني هنا حطيت اه حوالي مسلا اقل من نص كيلو اه من الخروب يعني حوالي مسلا الكيلو اسمت على ثلاث مرات مسلا حقلبهم بقى كده اكرمل كمان الخروب مع اه اه مع السكر الي احنا كرملناه كده بس المهم ما يكونش فيه اطفال جنبك في المطبخ وانت شغلة في الحاجات دي خالص عشان خاطر ايه يعني الحاجات دي بتبقى لقدر الله يعني مؤزنة جدا فهو انت بتعمل حاجات دي حاولي تكوني اولادك ما يكونش معك في المطبخ هقلب بقى كده لغاية مكرمة للسكر ده حلوة جدا معه اكرمل ايزي خروب اه كويس جدا معه السكر بعد كده هنزل بقى بالمية بتاعتنا عايزة بقى تنزيل بمية مغلية او مية من الحنفية عادية انا حط مية من الحنفية هتلاقيه بقى تجمد وكتل معك زي ما هتشوف دلوقتي كده ما تقلقش خلص ما فيش اي مشكلة هو هيرجع يغلي وحيفك تاني على النار انا حاطت له المية كده بقى بزودش المية اوي عشان ما يخفش مني وبعد كده انا لو عزت بقى وانا بقلبه هشوف بقى محتاج مية قدقين حاطت شوية مية كده وسيبته بقى يغلي ما يغلي بقى يفك كله من بعض بس سيبته اي حوالي مسلا خمس دقيق عشرة دقيق يغلي كده مع بعض ياخد ويده على النار هادية هنا بقى بعد ما غليته وصفيته بالمصفى هنا بقى بص ان هنا مقربة كاميرا بس عشان كنت اوريكو ان انا بادعاكو بايدي كويس جدا جدا بعد ما صفيته في شاشة بادعاكو بيدي كويس كده زي ما انتم شايفين عشان نزل كل العص Lynta اللي قوهها الخروب بس الخروب مش المية اللي بتغليها بس لأ العصارة كمان دى اهم من المية اللي بتغليها اللي بتغليها في ناس بتغلي الخروب وبترمي التفلي دوت خلاص كده بيبن سبالها انت على لأ. انا بغضو بادعكو بايدي كده كويس جدا لغاية نزل كل العصرة فيه وحط له مية وادعك بايدي وحط مية وادعك بايدي وارجع اصفيها في التاني في في الشاشة. بس المقطع بتاع الشاشة المصفى معلاش ما تصورش. فهنا بقى انا صفيتو كله بالشاشة كده وادعكتو زي ما قلتلكو كده الحركة دي مهمة جدا. انا هشتدي كي تعمل الخروب الحلو اللي بتشتريه من برا. آآ بس هو على الفكرة كده كوبيتين سكر دول كافين جدا عن كمية دي ما احتاجتش لنضيف سكر تاني. وبعد كده بقى آآ بحطه بقى هنا بحطه في آآ في ازايز كده. آآ بس وحفظت بقى في التلجة يبقى جاهز معيك. يعني ما عملتش بقى كمية يعني فعملي معاك ايه? كمية نفعك اليومين بدن ما تعملي ترجع تعملي بقى تاني يوم تاني وقدم هو يعني بيبقى بصراحة غلبة شوية في الطريقة بتاعته. فلا الحاجات قد ما عملتش عصير يعملي عصير معاك اليومين بالمرة او لو تقدر تاتيام عملي كده معاك يحطشون في التلجة مش هحصلهم اي حاجة. انا لقل كنت بعمل عصير الشهر كله قبل رمضان وحط في الفريزر كان عندي اللي هو الفريزر اللي هو السندوق ده. كان كبير فكان باخد مني كميات كبيرة قوي. فكنت بعمل عصير الشهر كله الدوم بقى والخروب والكاركادي وكل حاجة. بس دلوقتي عندي اللي هو الدراك دوت ما بيخدش مساعته صغير يعني وادراكه مش كتير. فبعمل على الادفابات بعمل بقى ايه? يومين بيومين وحطه في التلجة. حتى الاكل دولش برضو بعمل الاكل يومين. وحطه في التلجة يعني بيبقى عندي اكل يومين ببقى تاني يوم بقى ايه مريحة اه بقى فضجة بقى ايه للعبادة مبقاش ايه وريحة جات اكل كتير يعني فحاولي تعملي اكلك يومين احسن هيوفر عليكي وقت مجهود ووقفة في المطبق تفرغي للعبادة. اه برضو العصير والحل وبعملو برضو على يومين كده وكل حاجة بعملو على يومين بقى حيس ان اليوم بقى بشغلة ويوم بقى فضجة للعبادة واليوم برضو اللي شغلة فيه بقى بفضجة برضو فيه للعبادة. هنا عملنا بقى ايه? هنعمل الغادة بتاعنا. هنا عمل لهم بقى طهجن ورق عنا بكده حلو ان شاء الله. اه طبعا احنا عملتنهم اول يوم بس اكل حلو. طبعا عملنا بطة اول يوم. فلازم عود بقى ايه البط ده كده يعود يومين تلاتة كده عليه. فالمهم بقى النهار ده قلت بقى النهار ده ربع يوم زي ما قلت لكم كده ان شاء الله قلت عمل لهم بقى طهجن ورق عناب. اه وعمل لهم بقى ايه? اه شوية كباب حلة كده. فانا جبت بقى ورق العنب كده حطيت غليت مية بعصر فيها عصرة لمونة. عصرة لمونة دي بتخلي اللونه فاتح. وبتديله آآ مزازة حلوة. وبرضو بحط برضو معاهم آآ رشة من الزيت كده او معلقة من الزيت عشان خطر تديلوا لامعة كده وانت هي عملية كده يبقى لي لامعة حلوة. بس حاسلق بقى ورق العنب كده مش هنسيبوا مية في في المية عشان ما يتهرج. هاسلقوا كده بقى واخدوه تحت المية آآ آآ اشطفه حلو ونشتغل بقى فيه. هنا هنعمل مع بعض بقى التزبيكة كده. هنا حطيت معلقة من السمنة وحط برضو ايه معلقتين تلتة من الزيت كده باش نجيني بقى لامعة للرز بتاعي وخلي الرز مفرفر كده جوه ايه المحشي بتاعنا. بحطهم كده بقلبهم وانسي عليهم بقى بالبصل بتاعي اللي احنا مفرزينه آآ ما بكترش كمية البصل اول طبعا لان طبعا البصل برضو لسه اعتبر غالي. انا بجيب البصل الابيض بس برضو واعتبر غالي برضو. حطيت بقى حتيتين من البصل اللي هم فرزوه كده. وهقلبهم لما مش بياخدوا معي اللون خاص يعني دوب بقلبهم يفكوا كده بس ويفضلوا اللونهم وزي ما هو. وحنزل آآ معي بقى آآ بالآ حط لو عندك بقى حتحطي مسلا معلقة صلصة والحاجة حتحطيها. بس انا حطي الاول هنا فلفل. آآ هنا حطيت فلفل معرفش الكاميرا معليش جاية كده شوية بخدش بالي. بس انا حطيت هنا فلفل حامي متقطع. حتة صغير خالص. ومعلاقة هريسة شطة. لو انت بتحبي حامي. لو وجو بتحبي حامي بقى هتشيل الخطوة دي خالص. هقلبهم بقى كده مع البصل زي ما تركوا البصل لما يخدش معي لون خالص. وبعد كده عايزة ديفي بقى معلقة تهونو زي بقى تركو كاميرا الحمد لله شوية. عايزة ديفي بقى معلقة من الصلصة ديفي مش عايزة هتحطش الطماطم بتاعتك على طول. انا حطيت معلقة من الصلصة كده كنا عاملين مع بعض احنا الصلصة في تجهزات رمضان آآ آآ يعني في التجهزات اللي كنا عاملينها الرمضان. اخدت كده معلقة من الصلصة بتجيني طبعا حمار حلو جدا للايه للمحش بتاعنا. ما تقطريش هي معلقة كده واحدة ولا معلقتين. هقلبهم كده الصلصة لازم تتقلب على النار لو انتش جايباها اللي هي بتاعت الشركات. عشان تطلعوا المادة الحافزة اللي فيها. تمام? بقلبت بقى كده الصلصة وبعد كده حنزل معي بقى بالطماطم. كان عندي طماطم تعمل مفرزينها. الحاجات دي بتسهل علينا جدا يا جماعة والله. التفريزات دي بتسهل جدا في شغل البيت خاصة في رمضان. نزلت بقى كده معي الصلصة زي ما حطتها. برضو مفرزين الخضرة بتاعتنا. انا بحبش افرز الصلصة مع الخضرة. اللي اتنين مع بعض بقى شو حل. بلاقي اللي بحس ان الخضرة صفرة اوية ما بقيتش اه بقيتش اه بقيتش يعني بقيتش حلوة. بفرز دا الواحد وبفرز دا الواحد. وكده جينا شاطيمة تحط شو معلمات يعني سهلة مش هتتعابي يعني. هحط بقى ملح. وهحط فلفل اصمر. عايزة تحط شطة حطي. حطيت شوية كمون. آآ طبعا البابريكا انا نسيتها بس هحطها هارجا هحطها. آآ بهرات. بس كده اقلبهم كلهم مع بعض. وكده التسبيكة بتاعتنا خلصت. اتسبكت بقى حطيتنا بقى زي ما قلت لكم كده البابريكا كنت نسيتها وحطيت المرأة. وبعد كده حطيت هنا الرز ونزلت عليه بالشوية نعناعة كده المجففين. وحطيت برضو او نعناعة ناشف يعني. وحطيت الخضرة بتاعتنا اللي كنت مفرزة. اقلب كده كله مع بعض واللون بتاعها مش عارفة هنا مش واضحة بس وان كان لونها احمر حلوة يعني. وحطيت هنا بقى ايه هشوفت او لسا بحطيتش البابريكا ايه. حطيت البابريكا عشان كنت نسيتها. البابريكا جي من الحاجات المهمة جدا بتدي تعم ولون على فكرة. مش مش لون بس البابريكا بتدي تعم حلو جدا في المحشي وفي المكارونا. آآ جربوا في المكارونا بتبقى حلوة جدا يعني. هنا قلبت بقى كده كله مع بعض. وبس هنبتدي بقى ايه نحشي مع بعض كده. هنا بقى انا جبت التوجن اللي هشتغل فيه جبت التوجن كبير شوية. عشان زي ما قلت لكم انا بعمل الاكل ومين يعني عشان اريح نفسي. آآ ومش كلهم بقى هنقف نعمل اكل وكده. فهن بقى حلف بقى العينة. بكلكم طبعا شاطرين في اللف. حلفوا بقى كده. وحطوا في التوجن بتاعنا. آآ زي ما انتم شايفين كده انا حطيت بقى تحت شوية آآ طماطم وشوية بصر عشان ما كانش عندي لسه اللي هو العيدين بتاعت ورق العينة بديش نحطهم تحت او اي حاجة. انت عندك شوية ورق عينة مسلا فضلين عندك من قبل كده متهضرين منك ولا حاجة فرشيهم تحت مفيش اي مشكلة. مش لازم تحطي طماطم مباسة. هنا بقى 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 بوريكم بقى ان انا بحشي. هحشي بقى كده كله. وبعد كده طبعا حاسبكم واروح هنعود بقى في حتة لاني طبعا مش هقف احشي كل ده ونوقفها. زي ما انكم تبقى كده والله زي وقتش بقى قدر بصراحة. فانا بقى هقعد بقى كده. وهقعد اخلص بقى كل الحشوان قاعدة وهوريكم بقى كده بعد ما حشي بقى عامل مع يعني شكل بقى عامل ازاي. طبعا انت ما بتجي تحشي بتخلي الورقة الخشنة من فوق. البنات الصغيرين. والورقة النعمة من تحت اللي هي تبقى من بره يعني. لكن الخشنة اللي بتبقى من جوه. هنا خلصت بقى حطيت عليه شرايح لمون زي ما انتم شايفين. وحطت معلقتين من دبس الرومان بتجيب ازازة حلوة جدا. مع اللمون. وكان هنا الفلفلتين دول بقى كان عندي شوية رز فاضل ومن عندي. فاقلت اخد لهم ايه? احط بقى فيهم كده ايه? شوية الرز الفاضلين دول بدل ايه ما نرمي الرز حرام. اما لو كمية كبيرة بصراحة ومش عايز اعمل المحشي تاني فبحطهم في كيس في الفريزر وما اجي اعمل تاني. وبحطهم على الخلطة اللي انا عاملها. هنا هنعمل كباب الحلة بتاعنا. جبت حلة بقى حاطيت فيها اي مادة دهونية عندك. ونزلت باللحمة كده. اه طبعا كمية اللحمة على قد ما انتش هتعملين فيش اي مشكلة. لو اللحمة عندك كمية صغيرة بتقطعي حتات صغيرة عشان تبقى معاك كمية ها حلوة يعني. المهم حاطيتها كده طبعا استمنا تكون استخنت قوي وانزل بها اللحمة. ما بقلبش اللحمة خالص عشان خاطر ما تنشافش مني. بسيب اللحمة كده. ولغاية ما بس بتيجي خدت سنة لوم من تحت كده بتجي اقلبها. زي متو شايفين بقى كده. كده بتجي نقلب فيها. والنار لازم تكون عالية عشان لحمة ما تنشافش منك يعني. عشان لحمة ما تنشافش منك لازم تحطيها على نار عالية. وما تقلبهاش خالص لغاية ما تلاقيها اخدت لان اللون الحمار ده بتاعها ابتدى يروح. تبتدي يتقلب بها بقى كده. انا بعمل كباب الحلة بالتوم مش بعملها بالبصل. آآ كنت عامل قبل كده في فيديو في اول ما فتحت القناة يعني بالتفصيل يعني. هنا حطيتها كده قلبتها. آآ هنزل بقى بالتوم بتاعنا كده كان عندي شوية طوم انا مقاشرهم وحطم في الفريزر. حوالي رست من الطوم يعني. كل ما تقطري الطوم كل ما هيزود لك الصوس اللي انت عايزي. الصوس اللي هو موجود يعني. بس كده يعني حقلب بقى الطوم كده مع مع اللحمة بتجيها تعم حلو جدا. يعني الطوم مع اللحمة بتجيها تعم حلو جدا. مش هحط اي حاجة تانية بقى كده. اقلبهم وانزل عليهم بس. بمعلاقة خل او اه هحط الخل بس مش هحط الميا الاول. هحط شوية ميا لازم الميا تكون مغلية عشان اللحمة متجرمسة معك واشان تستوي بسرعة. لازم تكون الميا مغلية معاك. ولو تحطش حبة بحبة. كل ما تروز هتزود لها الميا السخنة. كل ما تروز تزود لها الميا السخنة. وهنحط مسلا حوالي ربع فنجان من الخل. الخل ده بيجيها طعم حلو جدا وبيسرق برضو في السوا بتاع اللحم. بس كده حطوه مقلبهم بقى كيات تقليبة وحاغطش عليه بقى وحاسبها لغاية ما تستوي. كل ما تروز ميا بزود لها ميا ومش بحط لها انا بهارات غير مالح وفلفل اصمر بس. اه محبش حط بصراحة للحوم اي نوع اللحم يعني بهارات كتير عشان خاطر ايه ما يعني طعم اللحمة يبقى يباني يعني مبقاش كلها طعم بهارات. هنا بقى خلصنا الاكل بتاعنا بقى كده حطينا طاجين الورق العناب بقى كده اللحمة جنبها. وكان عندي الخروب اللي كنت عمليه طبعا حطيته كده وحطيت الخشاف بتاعنا. هو على الفكرة لونه مش غامق كده. هو اللي عالوش بس غامق عشان كنت حطره ورق فويل وكان بفتح ابوص عليه يعني فدخله هوا في اسوات دي يعني. لكن هو من تحت الطبق اللي فوق بس غامق لكن اللي من تحت فتح يعني. ده كده بقى الفطر بتاعنا والخشاف. طبعا طبق الفول دوت رسمي عند جوزي كل يوم ملازم على الفطار. يبقى طبق الفول كده قدامه. وحطيت اللحمة كده. وشوية صلاة طبعا ما كطرش صلاة عشان ما حدش بياكلها غيري يعني. مكباب الحالة ده اجربوه بالطمح يعجبكم جدا يعني السوس اللي فيه بس بتوح في يعني حلو جدا بيتاكل. آآ بيتغامس كده بالعيش ببقى حلو جدا واحلى من البصل ببقى خف كتير بصراحة. وبعد انتم ده قدش يعني اللي ما بقىش في حاجة رخيصة كله غيري. بس شايفين السوس اللي فيه ببقى حلو جدا. يا رب كده بيكون الفيديو عجبكم نارضة وشوفكم ان شاء الله فيديو كتير.